خلص علماء في جنوب أفريقيا إلى أن سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكوفيد-19 بما يكفي للتسابب في موجة تفشي جديدة فحص العلماء سلالتين بي اي اربع و بي اي خمسة الفرعيتين من أوميكرون التي أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة وأظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل من جهته كشف أليكس سيغال الأستاذ في معهد أفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب أفريقيا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن بي اي اربعة و بي اي خمسة قادرتان على إثارة موجة جديدة من كورونا بسبب قدرتهما على تجنب الأجسام المضادة سواء من التطعيم أو عدوى سابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة